حظي متسلق الجبال النيبالي كاميريتا شيربا باستقبال الأبطال في كاتمندو بعد نجاحه في تسلق قيمة إفريست للمرة الرابعة والعشرين وورق منقياسي شيربا البالغ من العمر تسعة وأربعين عاما وصل إلى القيمة التي يبلغ ارتفاعها ثمانية ألاف وثمانيمائة وخمسين مترا يوم الثلاثاء الماضي وكانت المرة الثانية في أسبوع واحد فقط واستقبل بمراس مدينية وجاب شوارع المدينة احتفالا بهذا الإنجاز وكانت زوجته بجواره وسلكت صاحب الرقم القياسي طريق التلال التقليدي الواقع في الجنوب الشرقي والذي سلكه للمرة الأولى النيوزيلاندي سير إدموند هيلاري والنيبالي شيربا تنزينغ نورغي في عام 1953 ولا يزال أكثر المصارات الثلجية استخداما للصعود إلى أعلى نقطة على وجه الأرض ترجمة نانسي قنقر